مشاهدين الكرام عودة مجددة ونستكمل وإياكم دائما النقاش حول حملات التوعية والتخصيص وحملات التعقيم التي تنظمها الجمعيات الخيرية والفاعلين في المجتمع المدني خلال هذه الفترة التي تتزامن وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إذن مشاهدين تعرفوا أكثر عن هذه النشاطات نسعد باستضافة سيد محمد سالم الإبراهيمي مسؤول اللجنة الوطنية لشباب البركة صباح الخير سيدنا صباح نور تحية لك ولمشاهدي قناة البلاد شكرا لك إذن سيد سالم اليوم مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هنا في الجزائر ربما الجمعيات الخيرية تكثف من نشاطاتها خلال هذه الفترة وأنتم كجمعية البركة الأكيد كنا شاهدناكم في العديد من النشاطات والمبادرات الخيرية المتمثلة في توزيع الكمامات وحملات التعقيم وغيرها من الأنشطة التضامنية للحد من تفشيب فيروس كورونا يعني والأكيد أيضا أنكم اليوم تنشطون في الميدان من أجل حد من تفشي هذا الفيروس يعني لو تخدتنا عن هذه النشاطات التي تقومون بها اليوم طيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جمعية البركة منذ دخول وباء كورونا للجزائر سطرت برنامج متكامل طيلت هذه الفترة وكانت ولازلت متواجدة إلى يومنا هذا في الميدان جمعية البركة افتتحت العديد من ورشات صناعة وتصنيع الكمامات في الولايات حوالي ثمان ورشات جهوية بالإضافة إلى أكثر من خمسة وعشرين ورشة تجهيز النهائي للكمامات جمعية البركة بالمقابل الكمامات كانت لديها العديد من الحملات الحملات التحسيسية والحملات الميدانية كانت ولازالت تجتهد في تعقيم المؤسسات سواء المؤسسات العمومية والمؤسسات الإعلامية المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات بالإضافة إلى ذلك جمعية البركة راعت ظروف المجتمع الجزائري التي فتحت لنا جبهة جديدة مع ظهور فئة معوزة جديدة فقدمت أكثر من 200 ألف طرد غذاء العائلات المعوزة طيلت فترة كورونا جمعية البركة التي كانت كل خرجتها الميدانية من أجل مجابهة هذا الوباء كذلك كانت لنا بصمة كجمعية وطنية متشعبة ومتجدرة الأطراف عبر التراب الوطني في الفتح سواء كان الفتح الجزئي الأولي أو الفتح الثاني الذي رأينا فيه فتح المساجد فتح المؤسسات التربوية وغيرها من المراحل التي مر بها هذا الوباء من تقديم يد المعونة للمساجد بالتنسيق مع النقابة الوطنية للمجلس المستقل للآئمة الصهر على تعقيم المساجد صهر على استقبال المصليين الصهر على تقديم الكمامة أو الأقنع الواقية للمساجد بالإضافة إلى التنسيق مع النقابة الوطنية الأطباء التي كانت كذلك جمعية البركة قد وفرت الألبس الواقية المآذر الطبية الأكفان لضحايا ونترحم نفتح قوس ونترحم على كل ضحايا وباء كورونا ونسأل الله الشفاء لكل مصاب بهذا الداء وهذا الوباء بالإضافة إلى ذلك كان الجمعية البركة تدعيم المستشفيات في الكثير من المناطق عبر الوطن بحكم الامتداد الوطني جمعية البركة تحدث عن سكيكدا عن واتسوف عن بسكرا العديد من الأجهزة الطبية التي قدمتها أجهزة والأدوات الطبية التي قدمتها جمعية البركة إلى هذه المراكز الاستشفائية نعم وفيما تتمثل هذه الأجهزة المقدمة من طرفكم إلى المستشفيات نعم بالنسبة للأجهزة الطبية التي قدمت المستشفيات مثلا سكيكدا أجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة الراديو الذي يكشف عن الوباء أضن الجهاز في سكيكدا كذلك بالنسبة لأجهزة التنفس كذلك بنفس الشكل في ويتسوف ما يقارب 25 جهاز من نفس النوع بالإضافة إلى بعض الأدوات والمعدات الطبية التي تساعد المريض بهذا الوباء في مقاومة هذا المرض نعم كنت تحدثت الآن سيد سالم الإبراهيمي عن دور جمعية البركة في افتتاح المساجد والمؤسسات التربوية ربما تحدثت عن جانب المساجد ماذا عن دور جمعية البركة في فتح المدارس هل قمتم بحملة تعقيم أم أنتم اليوم تقومون بحملة توعية وتحسيس للتلاميذ ربما خاصة أطفال الابتداء الذين يجهلون خطورة هذا الفيروس أكيد جمعية البركة بامتدادها الوطني سطرت برنامج الآن خاصة مع رجوع تلاميذ الابتدائي الذين هم أصغر وأضعف فئة وفئة هشة لا تعي حجم هذه الجائحة جمعية البركة كانت قد وقفت على تعقيم المدارس التربوية المراكز المعالج النفسية المراكز التخصصية بالإضافة إلى ذلك كانت لجمعية البركة العديد من الحملات في تقديم وتأطير في تقديم الكيمامات للمراكز الامتحانات التربوية مثل ما رأينا شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالورية بالإضافة إلى ذلك حتى افتتاح الدخول الجامعي كان لشباب جمعية البركة في العديد من الجامعات الجزائرية تواجد بقوة سواء في استقبال طلبة سواء في منح الأقنع الواقية أو الكمامات مثل ما نسميها الآن لطلبة الجامعة مع حملات التحسيس والتوعية وطاولات الاستقبال وتوزيع المعاقمات على هذه المؤسسات بالإضافة إلى عملية تنسيق ما بين الجمعية البركة ومختلف الجمعيات وكذلك جمعية البركة والمؤسسات الجامعية في تعقيم المراكز التي خاض فيها طلبة الجامعة امتيحاناتهم النهائية لتكون جمعية البركة كذلك عنصر آخر وعنصر فعال من أجل مواجهة هذا الوباء وماذا عن المساجد سيد سالم؟ هل الدورة تعكم أنتم كجمعية البركة أن يكمن في صلاة الجمعة وفقط من أجل تقديم هذه المساعدات أم في كل الأيام؟ جمعية البركة سخرت نتحدث عن لغة الأرقام ممكن تكون أبلغ لأن جمعية البركة عبرت بالعديد من الحملات أو قدمت العديد من الحملات من بين الحملات هي آخر حملة حملة شفاء التي خصصت فيها 2 مليون كمامة ولكن العدد الإجمال التي توصلت أو وصلت إليه جمعية البركة هي 5 مليون كمامة على المستوى الوطني جمعية البركة أسبوعيا عبر مكاتبنا الولائية لدينا أزيد من 20 ورشة تصنيع نهائي للكمامات وتعقيم شباب ورجال البركة عبر ولاية الوطن يسهرون على تقديم الدعم للمساجد والوقوف والحرص على تنظيم المساجد وتنظيم مصلين طيلة صلوات سواء الصلوات الخمس أو حتى صلات الجمعة أسبوعيا نعم وماذا ربما عن التخوفات من خلال وجودكم في الميدان هل في هناك ربما بعض الأعضاء في الجمعية ممن يتخوفون من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا أم أن ربما هذا الفيروس يمثل تحدي بالنسبة لجمعية البركة من أجل إبراز قدرتها في الميدان أكيد المعروف عن جمعية البركة هي جمعية إغطية أينما كان الخطر تكون هذه الجمعيات وتكون النفسية الجسائرية المقتحمة جمعية البركة منذ بداية الوباء منذ بداية الوباء وهم في الصف الأمامي بعد الأسلاك الأمنية والمؤسسات الرسمية التي كانت أو رجال الإعلام الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا أكيد لدينا الكثير من رؤساء المكاتب الولائية الآن الكثير أقول نعم الذين أصيبوا بهذا الوباء والحمد لله منهم من تعافوا منهم من يتعافى للشفاء وبإذن الله سيكون له هذا العمل طهارة وزكاة من هذا الوباء بإذن الله كذلك نصهر لازمنا في الميدان الآن نعي أن هناك فئة جديدة هم طلبة المدارس وطلبة الثانوية وطلبة المتوسطات الآن بحاجة مسأة إلى المواد الدراسية أو بحاجة مسأة إلى الأدوات المدرسية المواد المدرسية الآن جمعية البركة في العديد من الولايات ساهمت بشكل كبير في تحضير حقائب مدرسية أقول حقائب مدرسية نعم لهذه الفئة التي تعتبر الآن فئة محتاجة إلى دعم المواطنين نعم وهذه الحقائب المدرسية سيد سالم هل يتم توزيعها عبر المدارس مباشرة أم يتم تقديمها إلى العائلات المغوزة؟ على حسب الآليات المتوفرة في الولاية أكيد سيكون إحصاء مثل ما أحصينا من أجل الطرود الغذائية سابقا وقدمنا الطرود الغذائية لعائلات المغوزة اليوم كذلك إحصاء لهؤلاء التلاميذ الذين لا يملكون القدرة الشرائية من أجل الاقتناء أدوات المدرسية أكيد ويتم توزيعها سواء في محافل تجميعية أو تسليم يدا بيد في منازلهم أو حتى في المدارس في المدرسة نعم ونبقى دائما في نقطة المساعدات سيد سالم فقط وردنا الآن أن السفير السحراوي بالجزائر أكد اليوم قدام المغرب على إطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة إذن مشاهدين الكرام كما وردنا الآن أن السفير السحراوي بالجزائر عبدالقادر طالب عمر أكد اليوم إقدام المغرب على إطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة أذكركم مرة أخرى مشاهدين الآن في هذا الهام الذي وردنا الآن أن السفير السحراوي بالجزائر عبدالقادر طالب أكد اليوم إقدام المغرب على إطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة إذن مشاهدين نعود لنقاش رفقة ضيفنا دائما سيد محمد سالم الإبراهيمي موثل جمعية البركة يعني الجمعية دائما هي معروفة بنشاطاتها الإغاثية كما تحدثوا بمساعدتها التضامنية والتكافلية يعني دائما في هذه المحن يعني هل في هناك ربما نشاطات أخرى يتم التحضير لها خلال هذه الفترة التي تتزامن دائما مع ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا يعني على غرار ربما حملات التعقيم وحملات توعية والتحسيس أكيد جمعية البركة هي جمعية مبنية على تخطيط دائما تخطيط الاستراتيجي ودائما تعي وتقدر حجم الضرر القادم سواء خاصة في الجزائر ونحن نرى تراجع وعي المواطن الجزائري الذي أصبحنا نتأسف كأطباء نتحدث عن السيك الطبي اليوم الفئة التي تتضرر كثيرا أو تضررت كثيرا هم سيك الأطباء الذين هم في مقاومة مستمرة منذ أكثر من سبعة أو ثمانية أشهر يعني هل المواطن الجزائري يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه اليوم أنه يوميا مستشفياتنا تستقبل والعديد العديد من المرضى يدخلون المستشفيات هل يعني أن هناك بشر مثلهم جزائريون مثلهم يعانون ويتحملون تكلفة استهدار المواطن الجزائري اليوم المواطن الجزائري يجب أن يعود إلى رشده وذلك من خلال جمعية المجتمع المدني من خلال المؤسسات خاصة أن الفترة الأخيرة شاهدنا هذه التغييرات سواء في المجال السياسي أو في المجالات الأخرى التي أربكت نوعا ما أو أخلطت كل الأوراق الاحترازية من تفشي وباء كورونا الآن بعد أن كنا من أفضل الدول في الأسابيع الأخيرة اليوم نحن نسجل أضعاف ما كنا نسجله في عز المحنة ونسميها بالموجة الثانية الكثير من الأطباء يقولون ليست موجة ثانية وإنما هي امتداد للموجة الأولى ناتجة عن استهتار المواطن الجزائري الرسالة اليوم إلى المواطن الجزائري اليوم نتحدث عن الأقسام أقسام نتحدث عن جامعات كل طالب جامعي هو عائلة جزائرية كل تلميذ جزائري هو عائلة جزائرية القسم بـ 20-25 تلميذ يعني 25 عائلة جزائرية داخل القسم اليوم يجب أن يعيش ونحن نرى حتى السلطات المحلية من ناحية توفير النقل المدرسي للتلميذ اليوم نرى أبنائنا يتزحمون في النقل المدرسي وكأنه لا حدث المواطن الجزائري كذلك نفس الشيء في محطات الحافلات إلى أين؟ هل نريد أن نصبح نقطة وباء أخرى في الجزائر؟ يبقى التساؤل المطروحين وعي المواطن الجزائري نعم وخصوصا الحملة التوعوية التي تقومون بها السيد سالم يعني هل تشمل ربما جميع النقاط التي تحدث فيها التجمعات أم تقتصرون فقط ربما على المساجد والمدارس والمؤسسات العمومية؟ هي المرحلية تطلبت قبل فتح المؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية وغيرها كانت الساحات العمومية الأسواق ولنا الكثير من الصوالات والجوالات في هذه المجال الآن بحكم أن التجمعات أصبحت في مكان آخر ونسبة الوعي تخرج الآن من المؤسسات الأكثر تنظيما يعني اليوم نحرس على إدارة منظمة، مدرسة منظمة، مسجد منظم لكي ننتج ذلك الرجل وذلك المواطن الوعي الذي لما يخرج للشارع ويواجه أقرانه في الشارع يكون بنفسية المواطن الوعي من أضرار كورونا نعم، وهل هناك نشاطات سيتم ربما إدراجها خلال هذا الأسبوع المقبل إن شاء الله بداية هذا الأسبوع هل هناك بعض النشاطات التي ستخضرون لها؟ أكيد بعد ما نراه الآن كواجب وكمسؤولية مؤسسة وطنية وكجمعية وطنية أكيد سنعود للميدان بقوة نحن في الميدان ولكن بعد تخفيف من الكثير من نقاط تصنيع الكمامة خاصة في المناطق الجنوبية أو في المناطق الداخلية التي رأينا وباء كورونا قد اندثر منها اليوم نعيد افتتاح بإذن الله تعالى كل الورشات وإعادة موجة ثانية من التحضير لمواجهة وباء كورونا ونحن نشهد هذا الارتفاع الرهيب نعم وهذه الكمامات التي يتم تصنيعها من طرفكم لجمعية البركة هل يتم توزيعها على المؤسسات أم لكل المواطنين المتواجدين ربما في الميدان؟ أكيد جمعية البركة بالعمل الميداني كنا نخرج أفواجا أفواجا تحية لشباب البركة ورجال البركة ونساء البركة عبر القطر الوطني وعبر الطراب الوطني الذين خرجوا بصدور عارية لمواجهة هذا الوباء تسليم مباشر أحيانا لما تكون المؤسسات تسير بشكل منتظم يكون تسليم تسليم إداري ولكن في غالب الأحيان أنه عملنا الميداني يجبرنا أن نكون في الشارع واحتكاك مباشر مع المواطن الذي لا يعي حجم المسؤولية خاصة أنك لما تعطي القناع الواقي أو الكمامة أنت تعطي الحياة يعني يجب أن يعي المواطن الجزائري بأن هذا الشخص الذي يقدم له المساعدة أو يراه يعقم في الشارع أو يراه بجانبي في حملات تحسيسية والتوعية أو حتى تلك المنشورات البسيطة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي نقول أنها نوع من الجهاد من الجهاد الإلكتروني إلى الجهاد بالنفس هو الخروج والتسليم بالذات والتسليم بالنفس أمام وباء قاتل مثل وباء كورونا نعم ورسالتك للجزائريين يا سيد سالم رسالتنا للجزائريين الآن نحن نعي خاصة رسالتي للشباب الجزائري أنه الحاجز أو جدار صد رقم واحد الذي كان في أول موجة هم الشباب الجزائري الذين خرجوا في مجموعات تطوعية في مجموعات أحياء في لجان أحياء وفي حملات تعقيم حملات تحسيسية الشباب الجزائري صحيح الآن يعاني من اختلال نوعي بحجة المرحلة سواء من ناحية الثقة المجتمعية وغيرها من الأشياء ولكن هي الجزائر هي الوطن الوحيد لا مفر منه يعني يجب أن نعيد بناء المنظومة الصحية نعود إلى حياتنا الطبيعية ثم باقية المجالات سيكون لها الفرج بإذن الله من الله عز وجل والشاب الجزائري قادر يقدر على كل إنسان يثق الشاب الجزائري شخص يثق بالفطرة ولكن يمكنه قلب الطاولة في حالة ما إذا تم خيانة فطرته وأنا أوجه رسالة كل المواطنين الجزائريين تحلوا بالصبر خاصة الأسابيع القليلة القادمة أنه ممكن نعيد سنشهد إعادة غلق للمدارس تلاميذنا أبنائنا أكيد فلذات أكبادنا وغيرها من المؤسسات سنصبر أسابيع القادمة بحول الله تعالى من أجل العودة إن شاء الله بقوة واستكمال المسار الدراسي والنجاح لما لا للجميع بحول الله تعالى إن شاء الله إذن كل الشكر لك سيد محمد سالم الإبراهيم مسؤول اللجنة الوطنية لشباب البركة كل الشكر لك سيد ونتمنى لكم كل التوفيق في نشاطكم إن شاء الله شكرا لك إذن مشاهدين فقراتنا تزال متواصلة بعد هذا الفاصل